حبايب القلب بسم الله والصلاة والسلام دائما على النبي الأمثل صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الله يعطيك وألف عافي حبايب وكل عام وأنتو بألف خير ورمضان مبارك عليكم وزي ما حكيت لكم دائما لما أحكي رمضان رمضان يعني إنجاز وإنجاز عظيم جدا حبايب كل الناس اللي بتسمع الكلام السلبي إنه رمضان وراسي وبصدع وتعبان هذا فيش منه حبايب فيش منه أنا في اليوم الأول يا جماعة الخير على وتد في واحد رمضان هذا الفيديو قاعد أنا بصوره في واحد رمضان ثمانية الصبح كنت في وتد وعم بصوره وعم بنجز والحمد لله والأمور ممتازة عشان هيك حبايب القلب جدول اليوم مختلف كليا أو نوعا ما ليش لأنه أول إشي يا جماعة هذا الجدول أنا مقبل وحدة التكامل حبايب القلب أنا خلصتها وحدة التكامل وتطبيقاته أنا خلصت تصويره على وتد والطلاب تقريبا نوعا ما يا جماعة عم تنجز في ناس بعدها بالدرس الثاني الثالث لكن عم تنجز الفكرة يا جماعة الآن أنه أنا مقبل على وحدتين وحدة المتجهات تمام؟ ووحدة مين؟ الإحصاء ووحدة الإحصاء أسا يا قلبي ركزوا معاي بس كويس يا جماعة أول شغلة هذا الجدول لأي طالب جديد وهنا عادي جدا يكون جديد ليش؟ أول معلومة بدي إياك تعرفها أنه وحدة المتجهات ووحدة الإحصاء هي منفصلة كليا ما إلها علاقة في التكامل فبغض النظر أنت وين واصل بالتكامل؟ بغض النظر أنت وين أخدت التكامل؟ قديش أنت مقصر في التكامل؟ عادي جدا تقدر تأخذ مع سامر وحدة المتجهات ووحدة الإحصاء لأنها ما إلها علاقة لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى إلها علاقة بالتفاضل ولا إلها علاقة في تطبيقات التفاضل حبايب هذا الجدول إلتوا عم بتشوفوه يوم جمعة وهو يوم اثنين رمضان عشان هيك يا جماعة الأيام اللي أنا بدي أحكيها الآن هي خطة إنجاز أيام رمضان يعني طلعوا يا جماعة أنا عندي هاي الأيام أنا بدي أقسمها بشكل لطيف وخفيف إنك تنجز إنجاز عظيم فوق ما تتخيلوا هذا يا جماعة يمثل اثنين رمضان ثلاثة رمضان أربعة رمضان خمسة رمضان ستة رمضان وسبعة رمضان هذا بيكون يوم الجمعة السبت الأحد الخميس تمام الجمعة آسف تمام اللي يقول يوم الجمعة هاي عندك السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة بدي أضيف يا جماعة كمان الخميس وعندي الجمعة هيك بكون أنا وصلت مين وصلت يا جماعة تسعة رمضان يعني مرة قديش واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمان ايام ركز معاي كويس حضرين الوحدة الاولى يا جماعة مكونة من كم درس ست دروس صح على الفهرس هي ست دروس مكونة من اقترانات خاصة مكونة من مين يا جماعة الخير اللي هو التعويض الاجزاء الكسور المساحات وعندنا يا جماعة ما يسمى بالمعادلات التفاضلية صح طيب انا بدي اعتبر انه الطالب يا جماعة اول اول معلومة بدي احكي لك اياها انه انا عندي اثنين رمضان ثلاثة رمضان اربعة رمضان خمسة رمضان في عندي بهاي الفترة يا جماعة الخير كلياتها اف يعني ما فيه تنزيل على وتد تمام ما فيه تنزيل على وتد الوقت الذهب يا جماعة زي ما نزلنا في المقابلة تاعة هناء الفقير انه الطالب يا جماعة الخير بنام من الساعة تسعة للساعة ثلاثة ففي عنده يا جماعة فترتين طبعا تسعة مساء للساعة ثلاثة بنام ست ساعة عنده فترتين عنده يا جماعة ساعتين قبل الافطار قبل الاسحور آسف قبل ما يقدن الفجر وعنده ساعتين قبل المدرسة بمون عليك بمون عليك اختار اي ساعتين فيهم انا بدي منك ساعتين بدي منك تعطيني ساعتين هون بدي منك تعطيني ساعتين هون بدي منك تعطيني ساعتين هون منك تعطيني ساعتين هذول عشر ساعات يا جماعة متجاي أحكي لك شو تنجز أو شو تنجز عشر ساعات عشر ساعات استحلفتك بالله كم طالب منكم يا جماعة في عنا درسين هنا درس الكسور ودرس المعادلات التفاضلية والله ما غلبوا طالب درس الكسور ودرس المعادلات التفاضلية سهل فوق ما تتخيل طب هذول العشر ساعات لو قسمت على قديش على كم جلسة انت حكيلي على كم جلسة لو هذا الدرس يا جماعة بيحتاج لجلستين أقول لك ثلاث جلسات والجلسة معناتها ساعتين تمام كلمة جلسة معناتها ساعتين هذا جلسة وهذا جلسة انتها الموضوع طب أقول لك تطبيق بسيط جدا العشر ساعات يا جماعة على جدولي العشر ساعات مكونة من خمس جلسات طب الخمس جلسات هذول بدي أعتبر انت وين واصل وين واصل يا جماعة طلعوا التعويض جلستين الأجزاء جلستين شفت اليوم الجدول قسمته لجلسات كل جلسة موديتها ساعتين يعني التعويض بده أربع ساعات الأجزاء بده أربع ساعات طب انت وين واصل قل لي واصل على سبيل المثال دك تبدأ بالأجزاء معناته بدك جلستين بدك ثلاث جلسات تمام المساحات بده تقريبا ثلاث جلسات هاي لي ما اعطيت كاش يا عمي ما بعزكتش مش والله قاعد تعطيني جلستين وجلسة لا اعطيتك وقت زيادة طب هاي اثنين هاي ثلاث وهاي عندك مين هاي ثلاث ستة واحد سبع جلسات سبع جلسات يعني قديش بدك أربع تاشر ساعة سبع جلسات طب هاي جلسة جلستين ثلاثة أربعة خمسة خد كمان جلسة هون وجلسة هون يا أستاذي أرجوك اقترادات خاصة بده تلاث جلسات يعني ست ساعات التعويض بده جلستين يعني توتل الوحدة هاي ثلاثة واثنين هاي خمسة واثنين هاي سبعة واحد هاي ثمانية وثلاثة هاي احداش واحد هاي اطماش اطماش في اتنين اربعة وعشرين انت وين واصلوا واعتقد انه جزء كبير منكم مستحيل يكون بعده بالدرس الاول مستحيل يا جماعة واحنا على اعتاب بختم قاعد واحدة يقوله وانت بعدك بالدرس الاول فمعظم الناس اللي متأخرين معظم الناس يا جماعة بدها تبدأ في مين في الاجزاء بدها تبدأ في الاجزاء يعني هي بحاجة اتنين ثلاثة ستة بحاجة سبع جلسات يا عمي خد جلسة هون وجلسة هون وجلسة هون وجلسة هون وجلسة هون هاي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهي جلسة هون هاي سبعة بالله عليه اذا وين ما انت كنت متأخر تمام الاجزاء بده جلستين اربعة ساعات بصحح هون ساعتين وبصحح هون ساعتين اقولك لو احتاج كمان جلسة يا زمي اقولك بدي اعطيك هنا جلسة زيادة وهون جلسة زيادة وهون جلسة زيادة وهون جلسة زيادة جعل ما حدا حوش يا رجل معناته الاجزاء بده ثلاث جلسات حاضر هاي واحد اثنين ثلاث اجينا على الكسور جلسة مش قادرة الكسور مش حاطيك اي جلسة زيادة اقولك كمان جلسة للكسور هاي هون خلصت الكسور شو ضيل لك مسحات ومعادلات ازم ارجوك ارجوك المسحات هايو خلصوا هون وخلصوا هون وخلصوا هون بيضل عندك جلسة اليوم السبت اللي بعد الجمعة بتخلص مين بتخلص المعادلات التفاضلية لما تخلص حباب القلب لما تخلص ركز معاي كويس وحدة المتجهات خليني احكي عن المتجهات يا جمعة وحدة المتجهات فيها تلت دروس تمام كل درس حيحتاج منك جلستين يعطيك العافية فانت عايش مستعجل ليش بعدك بتقارن انجازك بشخص ارجوك ليش بعدك بتقارن انجازك بشخص كل درس خليه يحتاج جلستين الجلستين يعني اربع ساعات متى خلصت بعشر رمضان احداش رمضان اتناش رمضان تلتاش رمضان بلشت هون بالمتجهات تمام هاي اربعتاش رمضان هاي خمستاش رمضان ستاش رمضان سبعتاش رمضان طيب هاي عندك جلسة جلسة وهي جلسة جلسة وهي جلسة جلسة خلصنا المتجهات المتجهات يا جماعة كمان مرة تلت دروس كل درس رح يحتاج منك تقريبا تقريبا تمام جلستين وأقول لك خد جلستين مراجعة يعني اربع جلسات شو بدك هون هاي تسعتاش هاي عشرين فيا حبايب القلب الآن هاورجيك اللوح نضيف ملخصة اللي أنا كنت حكيت بس أنا كنت أورجيك إنه الموضوع ما زال أبسط مما تتخيل بس أنت أرجوك إنجز تعال ألخص لك كل اللي حكيته وأورجيك الإحصاء كم جلسة وإنت تسأل حالك هل بقدر أبلش ولا ما بقدر حبايب باختصار والقرار عندك والموضوع عندك لأنه يا جماعة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قلت لك يا ما الموضوع صح الجدول بيجي سامر بساعتك بيقول لك كيف تنجز من وين تبدأ لكن الموضوع أنت بدك أولا نام من الساعة 9 على الساعة 3 عندك فترتين قبل الفجر وزي ما حكى سامر فيه كل جدول دائما الجدول مش قرآن أنت قادر تتحكم فيه زي ما بدك أنا عندي يا جماعة هاي اثنين رمضان ثلاثة رمضان أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر رمضان احداش اثناش طلعوا يا جماعة بورجيك إنك قادر تختم رياضيات كامل في شهر رمضان هاي أربعتاش خمستاش ستتاش سبعتاش طمانتاش تسعتاش عشرين طلعوا يا جماعة هذا الدرس احتاج إلى ثلاث جلسات هذا الدرس احتاج إلى جلستين الأجزاء جلستين الكسور جلسة المساحات ثلاث جلسات المعادلات التفاضلية جلسة جلسة بمعنى ما معنى جلسة يعني عندك قديش ساعتين يعني هون بحتاج إلى ست ساعة تسعبين في ثالث هذا ما عنده أول درس علم أنه سهل وزي ما حكينا المعظم ممكن يكون واصل هون عند الأجزاء أو الكسور فيا جماعة سؤال أنا لو عديت الجلسات واحد وثلاثة هاي أربعة وهاي خمسة وهاي سبعة وهاي تسعة هاي اثماشر جلسة يا جماعة ما شمعناته أنا لو بدي أبلش اليوم هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اثناشر هذا لو إيش لو بدي الوحدة كاملة طب دقيقة أنت لو بس عند الأجزاء ثنين واحد ثلاث هاي ثلاث ثلاث ستة واحد سبعة معناته بتبلش هون هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة وخد دايما جلستين مراجعة زيادة تخيلوا يا جماعة ممكن أخلص هون ممكن أخلص هون ممكن أخلص هون ممكن أخلص هون أقول لك معك لخمستاشر رمضان تخيل هذا وقت لمين وعنت اللي منجز اللي منجز لا بس أنا بحكي عن طالب يا جماعة يفقد الأمل وأنا دائما بقول لك دائما فيه أمل المتجهات يا جماعة قلنا كل درس يحتاج إلى مين إلى جلستين جلستين دراستك إله وهون جلستين درس ثاني وهون جلستين درس ثالث وأقول لك خد كمان أربع جلسات مراجعة وحدة الإحصاء والاحتمالات يا جماعة ثلاث جلسات واحد اثنين ثلاث أي أنا أبدأ أعطيك كمان جلسة يا رجل يعني تخيل تخيل يعني لو طالب بلش بعد خمستاش رمضان في عادي في المتجهات والإحصاء كم جلسة بده واحد نية ثلاث أربع خمس ست سبعة ثمانية تسعة طب أقول لك خد كمان ست جلسات زيادة هاي خمستاش يعني آخر مضام بتكون خاتم ومخلص بالله عليكم حباب القلب الجدول القادم سامر حيطرح لك إياه بس ينهي المتجهات شو ما كان عندك مشاكل أمرات يا جماعة لما يصير فيه حريك دائما الإطفاء شو بيعمل في الأول ما بيطف فيه بتأكد إنه ما بيكبر فيمكن أنت يا جماعة الخير واجهك بعض المشاكل في الاخترارات الخاصة وبرضو لسه بتكاشي تبلش مع سامر يا عم يبلش خد هدول الوحدتين هدول الوحدتين منفصلات كليا طب أستاذي سؤال يهود بني قريضة أبلش معك لما تبلش بالمتجهات أبلش عادي أحضر بأول بأول وباقي الأيام أرجع للتكامل برضو بيصير يلتلك الجدوى المرن يعني أنت أستاذ أيام تنزيلك عصبي المثال الأحد بتنزل جزئين الثلاثة بتنزل جزئين الخميس مثلا جزء تمام هدول بحضرهم أول بأول أستاذ تمام وباقي الأيام فجر الاثنين عصبي المثال فجر الأربعة فجر الجمعة فجر السب برجع بغطي حتى طلابي عصبي المثال لسه نتأخر آه بقدر طب أستاذ لا أنا بدي أختي بالتكامل كله تمام ما عنديش مشكلة بس الموضوع عندك بدك تنجز ولا ما بدك تنجز أرجوكم إحنا في الخواتين ودائما يا جماعة البدايات للجميع والثبات للصادقين خاصة في الخواتين تمام فإبذلوا أضعاف وأضعاف المجهود فهانة لله عليكم كل عام وانتوا بخير وصحوا هنا على قلوبكم الله يتقبل الطاعات وسلام العظيم جدا لأهاليكم والسلام عليكم ورحمة الله